بسم الله صدرت مؤخرا ادعاءات واعلانات ايرانية مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة واعني بها حقل الدر البحري ومن الواجب ان اشكر الخارجية والنفط الكويتيتان على تصريحاتهم وتفاعلهم المباشر والسريع مع هذا الموضوع ولكن واجب الدفاع عن السيادة الوطنية وعن الثروات القومية هو ليس واجب الحكومة وحدها وعلينا كممثلين لهذه الامة وممثلين عن هذا الشعب ان يكون لنا مساهمة في هذا الموضوع ولو بدور الاسناد تارة وبدور المراقبة الحثيثة للاجراءات الحكومية تارة اخرى لذلك تقدمت في هذا اليوم برسالة لمجلس الامة الموقر تعرض باذن الله في اول جلسة للمجلس طالبا فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والهامة حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته